مدبولية رأس اجتماعنا لبحث مستجدات الموقف الاقتصادي وتأمين السلع الاستراتيجية والمستلزمات الاساسية للمواطنين الدولة تواصل لجهود توفير السلع وضغط الاسواق وغرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض اهل رمضان واتهمات روسية اوكرانية متبادلة بشأن قصف مصرح بمدينة ماريبول الثالثة مساء مشاهدين بالقاهرة الواحدة بتوقيت جرانيت نشر اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري فاهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة ومحافظة البنك المركزي وخلال الاجتماع تم استعرض مختلف جوانب الموقف الاقتصادية وتقييم التداعيات الناجمة عن الازمة الروسية الاوكرانية بالاضافة الى متابعة الاجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الاثار السلبية التي نتجت عن الازمة وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد المصري كما تم خلال الاجتماع متابعة اجراءات توفير الموارد المالية والنقد الاجنبي من اجل تأمين الكمية الضرورية من السلع الاستراتيجية والمستلزمات الاساسية المطوبة وذلك على المستوى المحلي خلال الفترة الحالية والمستقبلية في ظل المستجدات التي تؤثر على اسعار السلع عالميا وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار المتابعة والتقييم لتطورات الجارية من أجل ضمان الاستجابة السريعة واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق وفي بيان للوزارة أعلنت ضبط 103 قضايا تمونية بمضبطات أكثر من 984 طن لمواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وأشار بيان الداخلية إلى ضبط أكثر من 110 أطنان من السلع الغذائية دقيق وزيت طعام وسكر وأرز وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعمة فقد تم ضبط طني دقيق مدعم كما تم ضبط ما يزيد على 611 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 86 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء تتواصل جهود والدولة لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين كما تواصل جميع الأجهزة جهودها لضبط الأسواق في هذا الإطار تم ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية بزيادة 50% عن المعتاد وبالتخفيض تصل إلى 30% كما يتواجد عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل السلع الرمضانية والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات تصل إلى 30% كما أعلنت وزارة التموين إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض أهلا رمضان وتفير السلع بها أطلقت وزارة الداخلية فعليات مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومدريات الأمن على مستوى الجمهورية تهدف هذه المبادرة إلى توفير كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية والغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بمناسبة اقتراب حلول شهر الرمضان المبارك كان مراسل التلفزيون المصري رامي محمد قد تابع مبادرة كلنا واحد ووفانا بهذا التقرير برحب بكم وبكل متابعين من مركز باتين بمحافظة القليوبية ومتابعة لفعليات مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير مستلزمات واحتياجات الأسرة المصرية ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك وتوفير منتجات من السلع أساسية وغذائية تحتاجها الأسرة المصرية في هذه الأوقات وأيضا بأسعار مخفضة ومختلفة عن مثيلاتها في الأسواق وكما نرى الآن إقبال المواطنين على القوافل والعربات المتحركة والمتنقلة بالمواد الغذائية وأيضا مستلزمات شهر رمضان الكريم وإقبال هنا في محافظة القليوبية على هذه المنتجات وكما نرى الآن من خلفي هناك عدد من المنتجات المختلفة من اللحوم الغذائية وأيضا المواد الخاصة بشهر رمضان الكريم عودة إليكم مرة أخرى وأيضا مشاهدين من أحد بنافذ أمان ينضم إلينا الزميل أحمد الحسيني أحمد أرحب بك على خلفية قرارة الدولة المتخذة فيما لوصل بضبط الأسواق وأيضا توفير السلع قرب حلول شهر الرمضان صف لنا المشهد لديك نعم رجائي وحكما تحية لكم وكل عام وأنتم بخير وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تسعى الدولة جاهدة لضبط الأسواق وضرب أي ممارسات احتكارية من بعض التجار نحن هنا في إحدى المنافذ الخاصة بمبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في الخامس عشر من مارس الجاري وتستمر لمدة شهر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتسعى هذه المبادرة إلى توفير تقفضات للمواطنين وتوفير أيضا جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن قبيل شهر رمضان سواء من سلع أساسية أو خضار أو فاكهة أو لحوم أنا متواجد في أحد أجنحة هذه المبادرة الخاصة بالخضار والفاكهة وهناك قبال كبير من المواطنين على شراء هذه المنتجات التي يوجد هناك تقفضات وصفوها بالجيدة وتصل إلى 60% بالإضافة إلى توفير كراتين خاصة بمجموعة من السلع الغذائية المختلفة والتي وفرت أيضا مبادرة كلنا واحد نحن نتحدث عن 993 منفذا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الشوادر المتواجدة أيضا في مختلف المناطق في محافظات الجمهورية لتوفير هذه السلع وهذه التخفضات الكبيرة نتحدث أيضا أن اليوم هو اليوم الثالث وهناك إقبال كبير من المواطنين على شراء هذه المنتجات التي أيضا تتمتع بجودة عالية وهناك أيضا رغبة كبيرة من السلسل التجارية ومن التجار للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية التي كما ذكرت تسعى إلى ضبط الأسواق خاصة قبل حلول شرر رمضان ونحن نعرف أن في هذه الفترة يعتبر موسم فهناك إقبال على الشراء من قبل المواطنين وبالتالي تدخلت الدولة بشكل مباشر لتوفير هذه المنتجات والسرع الغذائية بتقفضات كبيرة وأيضا لضرب أي ممارسات احتكارية نتابع معكم هذه المبادرة مبادرة كلنا واحدة التي أطلقتها وزارة الداخلية وتستمر لمدة شهر من 15 ميل دائما ما تتذخل الدولة في هذه الفترات التي تكون فيها فترات قبيلة الأعياد قبيلة المناسبات لإعادة ضبط الأسعار كما ذكرت سؤالي هنا كيف رصدت من موقعك مدى تفاعل المواطنين تعاطي المواطنين مع مثل هذه القرارات سواء مثل أنا أتحدث هنا عن جهود الدولة في توفير السلع بكميات كبيرة نحن هنا نتحدث عن أكثر من 50 في المائة زيادة في توفير السلع ونتحدث أيضا عن تخفضات تصل إلى 30 في المائة كيف تبعت ورصدت من موقعك تفاعل المواطنين تعاطي المواطنين مع مثل هذه الجهود نعم رغائي بالفعل هذه الجهود التي تبدلها الدولة تثير حالة كبيرة جدا من الارتياح لدى المواطنين وهذا ما رصدته بالحديث وما رصدته أيضا من مشاهدات من قبل المواطنين والإقبال الكبير في هذه المبادرة وإطلاق هذه المرحلة الثانية والعشرين لمبادرة كلنا واحد تحدث مع عدد من المواطنين الذين عربوا عن ارتياحهم الكبير بتوفير الدولة لهذه المنتجات وهذه السلع بهذه التخفضات التي كما ذكرت تصل إلى 60 في المائة ومع هذه التخفضات أيضا هناك جودة ويمكن الكاميرا تظهر هذا من خلفه نحن متوجدون الآن في قسم الخضر والفاكية هناك جودة عالية للمنتجات سواء من الفواكه المختلفة أو الخضروات المتواجدة أيضا بكثرة وبأسعار مميزة هناك أيضا جودة كبيرة جدا يعني تجولت في هذا المنفذ ودخلت أيضا إلى قسم اللحوم هناك جودة كبيرة جدا في المنتجات التي يوفرها أو توفرها منافذ أمان على مختلف مستوى الجمهورية هناك 993 مركزا بالإضافة إلى الشوادر فبالتالي رجائي المواطنون يعربون عن ارتياحهم وإعجابهم بهذه المبادرة والتدخل الكبير من الدولة خاصة في هذه المواسم التي يحاول بعض الطجار استغلالها لرفع قيمة المنتجات الغذائية أو رفع الأسعار وبالتالي تدخل الدولة يمنع مثل هذه الممارسات الاحتكارية من خلال توفير هذه السلع الغذائية بوفرة كبيرة وأيضا بأسعار وتخفضات كبيرة كما نشاهد هنا في هذه المبادرة ومنفذ أمان هنا في القاهرة نعم شكرا جزيلا زميل أحمد حسيني من أمام أحد منفذ أمان في القاهرة شكرا جزيلا وفي المحافظات تأكد عدد من المواطنين المترددين على المجمعات الاستهلاكية ومعارض السلع الغذائية في محافظة أسيوت أن الأسعار قد بدأت تنخفض كثيرا داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين كذلك معارض أهل رمضان ومنافذ البيع التي وفرتها وزارة الداخلية والقوات المسلحة كما أشهدوا بالعروض والسلع الغذائية المتوفرة مؤكدين أن الدولة بذلت خلال الأيام الماضية جهودا كبيرة للتخفيف عن كاهل المواطن دون مجاملة الجهد الكبير اللي بتجوم به الدولة في الفترة الحرجة دي وفي هذه الأيام الطيبة المباركة في أنها ترفع العبء عن كاهل المواطن البسيط والمواطن الكادح لحي جهد مشكور وأنا شايف بأمانة وبصراحة أن كل المأرضات والأسعار مناسبة جدا أنا شايف أن هنا في عروض عن بره بكثير والأماكن اللي فيها عروض الناس فيه أقبال عليها عن بره بكثير الأسعار كويسة الحمد لله هنا هوات الأماكن اللي هي زي كده إنما بره طبعا الأسعار بتختلف هذا وقد شهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح تسعة معارض لتوفير السلع الغذائية الأساسية بالتزامن مع افتتاح المعارض الرئيسي أهلا رمضان وذلك بمدينة الإسماعيلية وشدد المحافظ على الرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمعارض فيما حث العارضين على الالتزام بالأسعار المعلنة والمخفضة وتفعيل حملات التموين للرقابة وضبط الأسواق بالتزامن مع إقامة المعارض بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطني بكافة المراكز ده المعرض الرئيسي في محافظة الإسماعيلية الموجود في مدينة الإسماعيلية بتوجد معارض فرعية أخرى بعدد 8 معارض في كل مركز فيه معرض في بعض المراكز فيها معرضين زي فايد ده كله في إطار إتاحة الفرصة للعارضين وتوفير أماكن لهم مجانا إضاءة كهرباء مجانا حراسة مجانا بنحرص على أن يكون العارضين من التجار الجملة من المصنعين نفسهم بحيث أن نقلل حلقات التداول التاجر بيعرض بأسعار الجملة المستهلك مستفيد التاجر مستفيد أطلقت وزارة التموين معارض أهلا رمضان لتوفير جميع مستلزمات الأسرة من السلع بأسعار مخفضة عن مثلاتها بالأسواق ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك دمن أليات الدولة لتوفير السلع وضبط الأسواق أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة لتوفير مسلزمات شهر رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل زيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية الرمضانية هو نموذج لتدخل وزارة التموين بأحد ألياتها السريعة والمنضبطة وهي السيارات المتنقلة وزارة التموين عندها 300 سيارة على مستوى محافظات الجمهورية وهو مشروع السيارات المتنقلة بحمولات مختلفة 1.5 طن 1 طن 5 طن بنترح فيها 3 حاجات رئيسية أولا اللحوم الطازة والمجمدة والدواجن المجمدة بالإضافة إلى السلع الحرة والسلع التموينية وأصناف من يميش رمضان تعتبر السيارات المتنقلة هي أداة بتستخدم من جانب وزارة التموين في الأماكن اللي مفيش فيها مجمعات استهلاكية ولا معارض أهل الرمضان عندنا 300 عربية بتجوب محافظات الجمهورية بالإضافة عندنا إلى 100 سيارة أو 100 قافلة متنقلة بتشارك معنا في معارض أهل رمضان عشان توفير السلع بنسب التخفيضات الموضوع بقدارة التموين من 25% لـ 30% المعارض تأتي بمشاركة مشروع جمعيتي وعروض لأكثر من 100 شركة بالإضافة إلى إقامة معارض فرعية في عدة مدن تابعة للمحافظة داخل أهلا مع رمضان احنا عندنا أكثر من 22 منفذ المنافس دي بتقدم تخفيضات بتصل من 20 لحوالي 30% الأسعار الحمد لله عندنا فيها سبات من بداية من شهر واحد رغم كل الأزمات اللي موجودة احنا الحمد لله الأسعار سبتة 27 سلع الموجودة على منظومة التموين والإضافة للسلع الأخرى الخطوة دي 10 على 10 مش وحشة وحلوة وأسعارها حلوة وأسعارها في متناولة الجميع تأتي هذه المعارض في إطار المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين بين وزارة التموين والغرف التجارية والقطاع الخاص بالمحافظات لاستقرار الأسواق وضخ كميات من المواد الغذائية تلبي الطلب بما يساهم في خفض الأسعار وإلى محافظة الدقاهلية حيث افتتح محافظة الدقاهلية أمام مختار المعرض الرئيسي أهلا رمضان للسلع والمواد الغذائية بمدينة المنصورة داخل الساد المنصورة الرياضي تفقد المحافظ أروقة المعرض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة فيما التقى بالمواطنين نطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم وأشار المحافظة أنه سيتم افتتاحه 15 معرض أهلا رمضان بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية وأيضا جهاز المشروعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة مشيرا إلى أنه تم اليوم افتتاحه 7 معرض وجار افتتاحه باقي المعرض خلال الأسبوع القادم توجهات القادة السياسية والدكتور مصفة الدولي رئيس مجلس الوزراء بعمل معرض أهلا رمضان على مستوى كل المحافظات ونحن هنا في الدأهلية نفتاح المعرض الرئيسي في مدينة المنصورة تخفضات من 25-30% بالتعاون مع الغرفة التجارية والسيد وكيل وزارة التموين زي ما حالكم شايفين كل المنتجات موجودة وبوفرة الأسعار بتاعتها منخفضة من 25-30% والأهلين في الدأهلية كلهم مبسوطين والمعرض ده واحد من ضمن 16 معرض في 15 تانين هيتم عملهم أو بالتزامن مع المعرض ده بيكون موجودة في المراكز والمدن المختلفة في الدأهلية وأقول لكل أهلين في الدأهلية كروساهم طيبين قال الرئيس الأوكراني فولودامير زيلينيسكي أن الطيران الروسي قسف مصرحا لجأ إليه أكثر من ألف مدني في مدينة ماريوبول مرجحا سقوط مئات الضحايا في حين وصف رئيس بلدية ماريوبول الهجوم بالمأساة من جنبها نفت وزارة الدفاع الروسية قصف المدينة من قبل قواتها متهمة الجانب الأوكراني بتدمير المبنى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال تلقى ردود فعل دولية متباينة ففي أحدث أنبائها اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف مصرح في مدينة ماريوبول الساحلية مؤكدة وقوع العديد من القتلى الرئيس الأوكراني زلينيسكي قال إن سلاح الجو الروسي ألقى عمدا قنبلة على مصرح الدراما في وسط المدينة مما أدى إلى تدميره وأشار إلى أن عدد القتلى لم يعرف بعد ولكنه رجح سقوط مئات الضحايا بلدية ماريوبول أكدت أن أكثر من ألف شخص كانوا داخل المصرح وقت استهدافه ونشر مسؤولون أوكرانيون صورة لمبنى من سلسط طوابق محترق ومدمر نتيجة الانفجار من جانبه وصف رئيس بلدية ماريوبول فاتين بواتشينكو الهجوم بأنه مأساة مروعة وأوضح أن الناس كانوا مختبئين داخله ونشرت الشركة الأمريكية لتقنيات الفضاء ماكسار تكنولوجيز المتخصصة بصور الأقمار الصناعية صورة قالت إنها التقطت للمصرح أما موسكو فقد نفت وزارة الدفاع الروسية قصف المصرح من قبل قواتها وقالت إن كتيبة أزوف الأوكرانية دمرت المبنى كما وصفت السفارة الروسية في واشنطن الأمر بأنه حملة تضليل قبيل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار إلى كييف مشيرا إلى مبلغ غير مسبوق بقيمة مليار دولار لدعم جيش كييف وعقب إعلان سلطات مدينة ماريوبولا الأوكرانية قصف القوات الروسية مسرحا يأوي مئاتا للمدنيين أعلن رئيس المجلس الأوروبي شعر بنشيل أنه لا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب خيارة وفي تصريحات له وصف ميشيل قصف المسرح بالرعب المطلق كانت أوكرانيا قد اتهمت القوات الروسية بتدمير مسرح اهتم به أكثر من ألف شخص بمدينة ماريوبولا المحاصرة جنوب شرق أوكرانيا بينما ما زالت حاصلة الخسائر البشرية غير معروفة وفي العاصمة كييف أعلنت خدمة التورى الأوكرانية أن شخصا واحدا لقي حتفه بينما أصيب ثلاث آخرون جراء سقوط حطام صاروخ على أحد المباني السكنية وذكرت خدمة الطوارئ أنها تلقى التقارير تفيد باندلاء حريق وحدوث أضرار في مبنى مؤلف من 16 طابقا بمدينة دارنتسكي في العاصمة مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق بعد ذلك وأشارت إلى أنه تم إجلاء 30 شخصا من موقع الحادث مع تواصل عمليات الإنقاذ إلى ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا خصصت تمويلا لتطوير البنية التحتية في شبه جزيرة القرم وفي كلمة له بشأن تطوير شبه جزيرة القرم أكد الرئيس الروسي أن حملة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تؤثر على الوضع الاقتصادي في شبه جزيرة القرم لا شك في أن العقوبات الغربية تؤثر مباشرة على خططة بناء الاقتصاد في شبه جزيرة القرم ووجهنا حزمة جديدة من العقوبات الغربية مع بدء عملياتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتسبب لنا مشاكل كثيرة ولكنها ليست بمشاكل فقط بل تساعد على تطوير الاقتصاد الوطني رفضت الرئاسة الروسية قرار محكمة العدل الدولية الأمر الذي أصدرته لروسيا بوقف عمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور قالت الرئاسة الروسية أن موسكو تبذل جهدا كبيرا في المحادثات بشأن اتفاق السلام محتمل مع أوكرانيا يمكن أن يوقف بسرعة العملية العسكرية الروسية وقال المتحدث باسم الكراملين دماتري بيسكوف أن الوفد الروسي أظهر استعدادا أكبر من الجانب الأوكراني خذل المحادثات مشيرا إلى أن الموفقة على مثل هذه الوثيقة والالتزام بجميع عناصرها وتنفيذها يمكن أن يوقف ما يحدث وبسرعة كبيرة أكدت وزارة الخارج الروسية أن موسكو لديها أدلة تؤكد وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن المحادثات مع أوكرانيا مستمرة عبر الفيديو لبحث القضايا العسكرية والسياسية وأضافت أن الاتحاد الأوروبي استدرج أوكرانيا لكي تبدأ الحرب قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي نيتو يانسي ستوربورغ أن الحلف عازم على وقف القتال في أوكرانيا والعمل على عدم التصعيد وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف سولتس شدد ستوربورغ على أن الناتو يتحمل مسؤولية منع تصعيد الأزمة مشيرا إلى أن ذلك سيكون أكثر خطورة ويسبب المزيد من المعاناة والوافيات والدمار على حد قوله على الناتو مسؤولية أن يحول دون أن يتصاعد هذا النزاع أكثر والذي سيؤدي إلى خطر أكبر وسيستسبب بأذن ودمار أكبر وقتل أكثر إنها حرب الرئيس بوتن عليه أن يوقف الحرب ويسحب قواته وينخرط في الدفلماسية بنية جيدة قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حلف شمال الأطلنطي ناتو لن يتدخل في القتال الدائري في أوكرانيا أضاف شولتس أن الغرب سيواصل لتقديم الدعم المالي والإنساني لأوكرانيا إضافة إلى الإمدادات العسكرية لأن يكون يحبط لله الجميع حرة يحبطs مهورة للجميع وإستشار الألماني وكارل هم سيحبطة للجميع ترجمة نانسي قنقر اكد رئيس الوفد الروسي الى المفاوضات مع اوكرانيا في العدمير مادنسكي احراز تقدم في المفاوضات مع الجانب الاوكراني في بعض النقاط التي يجرى التفاوض بشأنها قال مادنسكي انه تم تحديد مواقف الطرفين مشيرا الى انه تم الاعلان سابقا عن كثير من هذه النقاط وتشمل قبل كل شيء حياد اوكرانيا واشار الى ان اوكرانيا تتمتع بصفة الدولة المحيدة لان الحياد كان شرطا لخروجها من الاتحاد السوفيت عام 1991 لافتا الى تسجيل هذا الحياد في اعلان استقلال اوكرانيا واوضح ان التفاوض يجرى ايضا بشأن نزع سلاح اوكرانيا مبينا انه اجراء التباحث حول عدد من القضايا المرتبطة بحجم الجيش الاوكراني يصوت مجلس الامن الدولي غدا الجمع على مشروع قرار اصاغته روسيا بشأن وصول المساعدات وحماية المدنيين في اوكرانيا هذا وقد انتقدت سفيرة بريطانيا لدى الامم المتحدة باربرا وودورد مشروع القرار واصفة اياه بالاغفال الصارخ لحقيقة ما يحدث مشيرة الى ان بريطانيا لن تصوت لصالح مشروع القرار الروسي من جانبها طالبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبانيا وفرنسا ونوريغ وايرلندا عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي حول اوكرانيا اليوم الخميس ذلك على خلفية تدهور الاوضاع الانسانية في البلاد قال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيجري غدا الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني تي جين بينغ لبحث الازمة الاوكرانية وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي ان هذه المحادثة تأتي بهدف ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين مشيرة الى ان الرئيسين سينقشاني ايضا المنافسة بين واشنطن وبكين اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيت بايس ان بلاده تقود جهودا دولية تبدي الى عزلة الرئيس الروسي بلادامير بوتين واشار المتحدث الى ان واشنطن مستمرة في تقديم كل اشكال الدعم لاوكرانيا لمواجهة العمليات العسكرية الروسية وقال برايس خلال مؤتمر صحفي ان الولايات المتحدة ستبدل كل ما في وسعها لدعم الاوكرانيين بما في ذلك جولة المفاوضة مشيرا الى ان هناك 14 دولة سترسل مساعدات عسكرية عاجلة الى اوكرانيا ومن جانبها اكدت المتحدثة باسم البيت اللعبية جين ساكي ان فرض منطقة حضر جوي فوق اوكرانيا قد يقود الى حرب عالمية ثالثة ويصعد من التوتر وقالت ساكي ان الرئيس بايدن يتخذ القرارات من منظور قومية وان منطقة حضرة ايران تتطلب اسقاط الطائرات الروسية من قبل النادو مؤكدة ان واشنطن ليست مهتمة بالدخول في الحرب العالمية الثالثة بالتوازي حضر مستشار الامن القومي الامريكي جيكي سلويفان نظيره الروسي نيكولاي باتروشوف من عواقب وخيمة اذا استخدمت روسيا اسلحة كيموية او بيولوجية في اوكرانيا وطلب سلويفان خلال اتصال الهاتفين مع باتروشايف بضرورة وقف الهجمات الروسية على المدن الاوكرانية اذا كانت موسكو قادة في المساعد الدبلوماسية لحل الازمة على حد تعبيره اعلنت وزارة الدفاع روسية ان الجيش قصف مستوضعا عسكريا بغرب اوكرانيا وقالت الوزارة ان سواريخ عالية الدقة اصابت مستوضعا في سارني بمنطقة تاريفيني ودمرت منشآت لتخزين سواريخ وذخيرة تتوصل تدعيات الاقتصادية السلبية للازمة الاوكرانية على افريقيا مع ارتفاع اسعار الوقود والحبوب والاسمادة في القارة السمراء ما يثير مخاوف من تفاقم الفقر فيها تعد كل من اوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للقمح والحبوب لافريقيا بينما تعتبر روسيا منتجا رئيسا للاسمدة التدعيات الاقتصادية للازمة الاوكرانية ما زالت تلقي بظلالها القاتمة على العالم عامة والقارة السمراء بخاصة مع ارتفاع اسعار الوقود والحبوب والاسمدة مما يسير مخاوف من تفاقم معدلات الفقر في افريقيا ضربة قوية تعرضت لها الاقتصادات الافريقية مع ارتفاع اسعار النفط العالمية الى اعلى مستوياتها التي لم تسجلها طيلة عقد تقريبا متجاوزة المئة دولار للبرميل بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية على اوكرانيا تأثير الهجوم الروسي والعقوبات الغربية على موسكو بدأ يترجم الى ارتفاع في اسعار المواد الاولية الزراعية والحبوب المستوردة الى القارة الافريقية ارتفاع اسعار المواد الاولية يفاق منعدام الامن الغذائي بالقارة والذي يعتبر التحدي المباشر المسبب لمعاناة العائلات الافريقية التي يكافح الملايين منها لتأمين معيشتهم وتعد كل من اوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للقمح والحبوب الافريقية بينما تعتبر روسيا منتجا رئيسيا للأسمدة مما يعني ان تواصل الازمة الاوكرانية يعني الجوع في افريقيا اعربت مصر عن خالص التعازي والموسى لليابان الصديقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب اجزاء من البلاد مساء امس اسفر عن عدد من الوافيات والمصابين وخلفها اضرارا مادية قاسيمة هذا تتقدم مصر حكومة وشعبا بصادق مواساتها لأسر الضحايا متمنية شفاء العاجلة لكل المصابين ومؤكية تضامنها الكامل مع اليابان في هذا المصاب الاليم سلم وزير الخارجية سامح شكري رئيس الوزراء السنغافوري ليهسين لونج رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم وأوضحت وزارة الخارجية ان شكري اكد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة الدفع قدما بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك هذا وقد التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره السنغافوري فيفيان بلاكريشنان بحث اللقاء اطرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما بحث وزير الخارجية مع وزير التنمية الاجتماعية والأسر السنغافوري ماساجوس ذو الكافلي سبل التعاون في المجالات الثقافية والدينية جاء ذلك خلال غذاء العمل الذي اقيم على شرف وزير الخارجية واضفت وزارة الخارجية ان اللقاء شهد استعراض جهود الدولة المصرية في مجال التنمية الاجتماعية نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من انباء بشأن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة اشهر وبالتواصل مع وزارة الصحة والسكان تم نفي تلك الشائعة والتأكيد على ان الجرعة التنشطية من لقاح فيروس كورونا يحصل عليها المواطنون من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة لمرة واحدة فقط بعد مرور ثلاثة اشهر على تلقيهم الجرعة الثانية دون الحصول عليها بشكل دوري كل ثلاثة اشهر بينما يحصل عليها باقي فئات المواطنين لمرة واحدة فقط وذلك بعد مرور ستة اشهر على تلقيهم الجرعة الثانية وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وصلت إلى أكثر من 51% من إجمالي المواطنين فيما تستهدف الدولة الوصول لنسبة 70% تواصل وزارة الداخلية حملتها الأمنية للتصدي لظاهرة حقب السلع عن التداول بالأسواق لبيعها بسعر أزيد من المحدد لها حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنسيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من القضايا في هذا الإطار تنسيق وتكامل بين أجهزة وزارة الداخلية لمواصلة توجيه الضربات الأمنية القوية ضد العناصر التي تحاول حقب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة منهم لرفع أسعارها استغلالا لظروف الدولية الراهنة وأصفرت تلك الضربات عن نجاح الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة قام مالكه بحيازة أكثر من 18 طن من سلع غذائية متنوعة بأن قام بتخذينها لحقبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك انطلقت الحملات الأمنية لتحقيق مزيد من الانضباط في السوق والتصدي لمحاولات رفع الأسعار وتمكنت الإدارة من ضبط 75 طن ونصف طن أرز غير مصحوبة بأي مستندات تفيد مصدرها بحوزة صاحب مضرب أرز بالدقهلية كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق كما نجحت في ضبط قرابة 188 طن مواد غذائية متنوعة بدون مستندات وغير معلن عن أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالشرقية كان يقصد من وراء ذلك إلى بيعها بالسوق السوداء واستمرارا لتلك الحملات وما تحققه من نتائج إيجابية في التصدي لمفيا التلعب بالأسعار نجحت الإدارة في ضبط 22 طن دقيق أبيض مجهولة المصدر قام المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بتخزينها بغرض حجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروع من وراء بيعها بأزيد من سعرها المتداول كما تمكنت من ضبط قرابة 21 طن دقيق وأرز وزي الطعام وسكر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية وضبط أكثر من 18 طن دقيق وزيت وأرز ومكارونة وسكر معباء داخل شكائر وعبوات بدون مستندات تم تخزينها لرفع أسعارها بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة وأصفرت الحملات المكثفة للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق عن ضبط 20 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وضبط قرابة 20 طن أرز وضقيق وزيت ومسلي مجهولة المصدر بحوزة مسؤول إحدى الشركات لتعبئة السلع الغذائية بالقاهرة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وضبط 18 طن زيت تموني بحوزة مسؤول أحد فروع الجملة بالإسماعيلية لبايعها بأزيد من السعر المحدد لها الإدارة تمكنت من ضبط 50 طن سكر تموني بقصد بيعه بالسوق السوداء بحوزة أمين عهدة إحدى فروع الشركة لتجارة الجملة بالقاهرة وضبط 30 طن دقيق أبيض بحوزة قائد سيارة بالفيوم كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق وتتواصل الجهود للتصدي لكافة ظواهر الاستغلال وحق بالسلع عن التداول بالأسواق وخاصة الغذائية والمضاربة بأسعارها لرفعها عبدالله بركات التلفزيون المصري أكدت وزيرة والبيئة ياسمين فؤاد بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم كاب 27 الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ أن دمج النوع الاجتماعي في عملية مواجهة المناخ خاصة المرأة سيساعده للوصول لمؤتمر للمناخ للتنفيذ كما تطمح مصر وباقي دول العالم جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة رفيعة المستوى على هامشي أعمال الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية حيث استعرضت دورة المرأة المصرية في دفع العمل البيئي ومواجهة أثار تغير المناخ وأكد الدكتورة ياسمين فؤاد أن المرأة هي حجر الزاوية في تحقيق تقدم حقيقي وتسريع وطيرة العمل لأي تحدي بيئي وتنموي فمشاركة المرأة في تطوير الخطط الوطنية للدول المتعلقة بالمناخ أصبح أمرا حتميا سواء برفع الوعي ومشاركة المعرفة وتبني إجراءة الحد من غازات الاحتباس الحراري أكدت وزارة المورد المائية ورية أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية تحقق ترشيد استخدامات المياه وتحديث شبكة الترع والمساقي بما ينعكس إيجابا على المزارعين بالمقام الأول جاء ذلك خلال اجتماع لعدد من القيادات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديثة بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وتستهدف الوزارة تأهيل المساقي بأطوال تبلغ 500 كم بمحافظة القليوبية بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدانة ذلك بنهاية شهر يونيو المقبل قامت كلية الطب جامعة الوادي الجديد بالكشف على ألف مواطن ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك طوال الفترة القليلة الماضية أشار رئيس الجامعة عبدالعزيز طنطاوي إلى أن كلية الطب قد وضعت برنامج متكامل لتطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية بالوادي الجديد حفظة الوادي الجديد من حفظة حدودية وتحتاج إلى تطوير المنظومة الصحية قلنا نعمل المؤتمر الأول لكلية عشان كلية تبقى ماشية سنة بسنة بعمرها المؤتمر يعتبر رابع أو خامس نشاط مجتمعي في محافظة الوادي حيث قامت كلية الطب بالتعاون مع كل الطب أسيط بإجراء قافلتين طبيتين للخارجة والدخلة وتم الكشف على أكثر من ألف مريض في كل التخصصات الطبية بناء على مبادرة حياة كريمة التي أطلقها مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الطب جمالة الوادي جديد هي بمثابة نهضة صحية في الوادي خدمة طبية متكاملة في جميع الأقسام إن شاء الله كل الطب الوادي يتوفر جميع الأقسام من أجل خدمة طبية وعلاجية أكثر للمرضى بالنسبة برضو في تعاون بين وزارة الصحة من ناحية تدريب الأطباء ووزارة الصحة الزملانة في المستشفى الخارجة والدخلة وغيره أكدت وزارة المالية على أنه تم تحديد موعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو وذلك للعاملين بالدولة للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ووضحت الوزارة أنه تقرر بدء صرف مرتبات الشهر المقبل يوم العشرين من أبريل بينما سيتم صرف مرتبات شهر مايو يوم الثالث والعشرين من مايو على أن يتم بدء صرف مرتبات شهر يونيو يوم الحادي والعشرين من يونيو أكد وزير البترول طارق الملة أن أسواق التاقة الخضراء وصناعتها ما تزال ناشئة وجديدة وتحتاج لتكنولوجيات متطورة ومزيد من التنمية مشيرا إلى أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط وضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز خاصة خلال فترة التحول الطاقي الحالي كذلك خلال لقاء الوزير مع المدير التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة سيمينز للطاقة لاستعراض استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ والفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز المصرية فضلا عن استعراض التذبذبات الحادة في مستويات الأسعار العالمية الحالية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول بصفة عامة استعرضت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع مع وزير التجارة السعودية ماجد القصبي سبولات تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي ما بين بلدين وامكانيات تعزيز الجهود المشتركة وذلك لمواجهة التغيرات الاقتصادية الحالية على الساحتين الاقليمية والعالمية قالت الوزيرة إن لقاء تناول متابعة الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة التي تصدفها المملكة الأسبوع المقبل برئاسة وزيري التجارة في البلدين مشيرة إلى أن اللجنة تمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الثنائية ما بين مصر والصعودية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعادة وزاتت معدلات التبادل التجاري ما بين مصر والصعودية العام الماضي رغم التدعيات السلبية لفيروس كورونا عالميا بلغت الصادرات المصرية للصعودية العام الماضي مليار وتسعمائة وخمسة وتسعين مليون دولار بنسبة زيادة بلغت سبعة عشر فاصل أربعة في المئة أكدت وزيرة التجارة والصناع نيفينجام حرص الوزارة على التعاون مع كافة الكينات الاقتصادية العربية ما يسهم في الاستفادة من خدمتها في تنمية الاقتصاد القومية مشيرة إلى أهمية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واعتمان الصادرات في تشجيع تدفقات الاستثمارية للدول العربية جاء ذلك خلال استراد وزيرة التجارة مع مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واعتمان الصادرات عبدالله أحمد الصبيح البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذلك دورها في تنمية وتطوير التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول العربية وعلى المستويين الإقليمي والعالمي التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وزيرة المالية في دولة نيجيريا زينب أحمد التي تزور القاهرة للمشاركة في الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج يسور التجارة العربية الأفريقية وخلال اللقاء بحثت الوزيرتان مجالة التعاون ما بين مصر ونيجيريا لتعزيز أليات تحقيق التنمية المستدامة ودعم التجامل المصري مع قارة إفريقيا ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للوزيرة النيجيرية على دورها في النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والذي عقد في القاهرة سبتمبر الماضي كما وجهت لها الدعوة للمشاركة في النسخة الثانية العام الجاري مؤكدة على أن هناك عملا مشتركا في وضع إطار دولي للتمويل المبتكر لدفع التحول الأخضر والعمل المناخية شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفينا قباج إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعملة المصرية لقياس الأثر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وأضافت الوزيرة أن قياس الأثر يعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر لأول مرة يتم إطلاق معمل تقييم الأثر في مصر ويمكن تقييم الأثر من أهم الموضوعات المطروحة على ساحة الأبحاث في الوقت الحالي بما أن مصر بتتجه نحو السياسات المبنية على أدلة وعلى أرقام حقيقية وما بعد السياسات هو تطبيق البرامج المختلفة والأنشطة ثم قياس أثر هذه البرامج على التغيير الذي يذكر في حياة الفئات المستهدفة إذا كانت هذه الفئات من الأولى بالرعاية هذه الفئات على العمالة أو على التشغيل أو على التغيير النوعي في حياة النساء فقياس الأثر هو الفيصل اللي بيؤكد هل هذا المشروع أو البرنامج نجح في الوصول إلى أهدافه أم لا من أخبارنا الاقتصادية مشاهدين في هذه الجولة الإخبارية أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية بينما اتجهت تعاملات المستثمرين لجانبلي البيع هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي نحو 1.11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.19 في المئة ليغلق عند مستوى 10726 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغت 1.15 في المئة ليغلق عند مستوى 1894 نقطة كما صعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة بلغت فاصل 70 في المئة ليغلق عند مستوى 2848 نقطة في منطقة الخليج ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة باستثناء برسة أبو ذبي مدعومة بصعود أسعار النفط بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية ان أسواق الخام قد تفقد 3 ملايين برميل يوميا من النفط والمنتجات النفطية الروسية بدءا من أبريل المقبلة وارتفع المؤشر القطري بنسبة 6 من 10 بالمئة كما زاد المؤشر السعودي بنسبة 2 من 10 بالمئة صعد مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 2 من 10 بالمئة وفي اليابان أغلق المؤشر نيكي القياسي عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين سائرا على ضرب صعود قوي في وول ستريت الليلة الماضية بعدما رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة في حين عززت الأمال في تحقيق انفراجة في الأزمة الأوكرانية المعلويات وقفز المؤشر نيكي بنسبة بلغت 3.46% وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الأول من مارس فيما ارتفع المؤشر طابكسال الأوسع نطاق بنسبة بلغت 2.47% تمر اليوم الذكرى العاشرة لرحيل قداسة البابا شنودة الثالث بطرياركا الكنيسة القبطية الأرثوديقية المصرية والتي توفي على عمر يناهز التاسع والثمانين عاما وكان البابا شنودة الثالث قد رحل عن عالمنا يوم 17 من مارس لعام 2012 بعدما ظل على الكرسي الباباوي للكنيسة القبطية نحوه 41 عاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عالمنا مدبولي يترأس اجتماع لبحث مستجدات الموقف الاقتصادي وتأمين السلع الاستراتيجية والمستلزمة الأساسية للمواطنين الدولة تواصل جهود توفير السلع وضبط الأسواق وغرفة عمليات المركزية لمتابعة معارض أهلا رمضان اتهامات روسية أوكرانية متبادلة بشأن قصف مسرح بمدينة ماريوبول انتهت الثالثة شاهدين في تمام السادسة جولة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشرة التلفزيون المصرية للملتقى فيا مانيلا